موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من سواعد أمل يعتبر التعليم من أهم التحديات التي تواجه المجتمع السوري المنقسم بين لاجئين في دول الجوار ونازحين في الداخل السوري في ظل غياب الكوادر التعليمية سواء عند النظام أو في مناطق سيطرة المعارضة التعليم هو عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع والذي سنناقش فيه الوضع التعليمي بعد خمس سنوات من الحرب في سوريا ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة مشاهدين الكرام هنا في الاستوديو السيد محمد صالح أحمد ومدير الامتحانات بالحكومة السورية المؤقتة مرحبا بك أستاذ صالح أهلا بك حياكم الله ويسعدنا أيضا مشاهدين الكرام أن الصديف السيد نور الدين محميد وهو خبير في شؤون التعليم الجامعي في تركيا ومدير منحة المهندس وليد الزعبي في جامعة عينتاب أهلا بك أستاذ نور أهلا بكم يعني بالبداية لو نبدأ معك سيد صالح خمس سنوات من الحرب في سوريا هناك جيل كامل ضائع منقطع عن التعليم أنتم في الحكومة المؤقتة كيف واجهتم هذه المشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا مع انطلاقة شرارة الثورة التي فجرها طلابنا وأطفالنا في ذرعة والتي نفتخر أنها مهد لهذه الثورة السورية كان هناك تخطيط منهجي من النظام لمنع الطلاب التعليم سواء في المدارس سواء عن طريق قصف المدارس عن طريق حرمانهم من التعليم حق التعليم هذا كان متوجه في كل المحافظات تم تدمير العديد من المدارس ثم وجدت الحكومة السورية المؤقتة قبل الحكومة السورية المؤقتة كان هناك مجهود خاص من بعض القائمين على التعليم الذين يخشون على هذا الجيل من الضياع ففتحت مدارس هذه المدارس هي أو هذه المراكز التعليمية هي أقرب لأن تكون مدرسة لا يوجد لها مقاومات في محافظة حلب كان هناك التعليم في الكهوف في المغر في الشوارع في أي منطقة يمكن فيها تعليم كان فيه تعليم يقوم فيه الأخو المعلمون طبعا سواء كان مؤهل هذا المعلم أو غير مؤهل المهم هو كسب الشارع وكسب هذا الطفل من الشارع من أجل التعليم جاءت الحكومة السورية المؤقتة بدعم قليل لأنه أول ما أتت الحكومة السورية المؤقتة كان هناك القليل من الدعم بصراحة لأن التعليم في سوريا يحتاج إلى كوادر يحتاج إلى أموال يحتاج إلى إصلاح المدارس يحتاج لكل شيء هالمعلم هذا الذي يريد أن يعلمه يجب تغطيته ماديا لكن بعد ذلك تم قطع التمويل عن الحكومة السورية المؤقتة وبالتالي تم قطع التمويل عن الوزارة لكن هذا التعليم لم ينقطع صراحة معلمين أستاذ صالح الفترة الزمنية التي انقطع عنها الطلاب كانت طويلة جدا نعم البرامج التي من أجل استدراك الوضع الكارثي للطلاب لأنها خمس سنوات ليست بمدة قصيرة خمس سنوات وصلنا إليها الآن لكن منذ فترة عندما بدأ المشكلة التعليمية هي منذ ثلاث سنوات تحديثا يعني كيف تم معالجة موضوع أن الطالب عندما يريد أن يكمل دراسته أن لا يبدأ من الصفر يعني هذا موضوع مهم جدا هذا اللي كنت عب وصل لك ليلو بعدما استلمت الحكومة السورية المؤقتة مجال التعليم في الداخل السوري في دول الجوار وجدنا أن هناك في كارثة تعليمية يعني أن نتحدث عن جيل مغيب اللي كان صف أول أو اللي كان صف سادس لازم يكون صف تاسع لازم يكون صف عاشر لم يتلقى تعليم فعمدنا إلى برامج صيفية لتدارك السنتين بسنة واحدة في الداخل السوري تم تطبيق هذا البرنامج في دول الجوار تم تطبيق هذا البرنامج الطالب المنقطع تم تأمين مراكز تعليمية سواء في تركيا سواء في الداخل السوري في الصيف يأخذ ثلاث أشهر تعليمية بعوض عن سنة كاملة هاي اسم البرنامج التعويضي الصيفي تم تطبيقه في سنتين متتاليتين هذه السنة وعدنا من الحكومة التركية بأن يكون هناك استيعاب لمائة ألف طالب كمنح أو كمدارس تفاجأنا أن اليونسيف في هذه الفترة سيكون هناك برنامج تدريب تأهيلي للمعلمين سنتكلم عن هذا الموضوع أستاذ صالح لكن سوف أنتقل إلى ضيفي سيد نور هناك أيضا الفئة الجامعية تحديدة عانت من نفس المشكلة التي عانى منها الطلاب الذين يدرسون ما قبل المرحلة الجامعية وهي الانقطع وهي كانت مشكلة كبيرة جدا الطلاب الموجودين في تركيا حاليا كيف يستطعون أن يكملوا دراستهم داخل تركيا طبعا من المعروف أن هناك كثير من الطلاب السوريين في تركيا وفي دول جوار كالأردن ولبنان هؤلاء الطلاب إما منقطعين عن التعليم أو أنهم حاصلين على شاهدة البكالوريا ومن ثم هما مؤهلين أن يدخلوا الجامعات في دول جوار لكن للأسف الشديد الأردن تقريبا جميع الجامعات في الأردن الحكومية وغير الحكومية طبعا قصتها عالي جدا لا يستطيع طالب السوري أن يؤديه وكذلك في لبنان أما الحكومة التركية فهي فتحت أبواب الجامعات للطلاب السوريين مجانا بحيث أن الطالب السوري يدخل الجامعة التركية بدون أن يدفع أي قصد هو يعامل معاملة الطلاب الأجانب من حيث المفاضلة والقانون الجامعي بحيث أنه يفاضل ويخضع لقانون المفاضلة وعلى هذا الأساس يتم تخصيص من قبل كل جامعة عدد معين أو نسبة معينة من المقاعد للطلاب الأجانب بما فيهم السوريين أما ما يستطيع الطالب السوري فأنه يفاضل وبعد أن يحصل المقاعد الجامعي فأنه يستطيع أن يدرس مجانا بدون دفع أي رسوم جامعة الحكومية هو يختلف بالنسبة للقانون التركي يعني هناك دوام صباحي ودوام مسائي تمام المسائي ليس بالمجانة ليس كذلك؟ تقريبا نعم دوام المسائي ليس بالمجانة سواء للطلاب الأتراك أو للطلاب الأجانب دوام المسائي ليس بالمجانة هناك مفاضلة للدوام الصباحي ودوام المسائي المفاضلة معقدة لها أكثر من جانب الجانب الأول هو الصباحي والمسائي الجانب الثاني هو المعدل الأمر الآخر هو طالب المنقطع الذي يستطيع أن يكمل دراسته من خلال تسجيل على أي جامعة يراها مناسبة له بصراحة نحن نختصر الموضوع على الطالب السوري طالب السوري إذا كان معه شهادة سورية نظام أو ائتلاف يعني الشهادة التي أشرفت عليها الحكومة السورية المؤقتة أو كان معه شهادة ليبية ما قبل 2014 أو كان حاصل على شهادة من السعودية أو من الإمارات هذه أنواع الشهادات كلها يستطيع الطالب السوري أن يحصل على مقعد جامعي في الجامعة التركية بعد أن يعدل الشهادة تعديل الشهادة هو عبارة عن اعتراف بالشهادة طيب التعديل يقال أنه سوف يجعل طالب يخسر سنة كاملة هل هذا الأمر صحيح؟ لا ليس صحيح التعديل يتم في غضون يومين في مديرية التربية التركية في الولايات في القبول الجامعية أقصد يعني أنه يدخل في نفس السنة أنت بتعدل شهادتك يعني حتى تستطيع أن تحصل على اليوز تحديدا تمام معناتها خليني في كم شغلة في كم خطوة الطالب حصل على شهادة البكالوريا سواء كانت من أي أن كانت من أنواع الخمسة التي حضرتك سألتني عنها بعدين الطالب لما يعدل الشهادة يستطيع أن يقدم على مفاضلة في أي جامعة في تركيا لما يقدم على مفاضلة هون في عندك جامعة تدرس في اللغة الإنجليزية والتركية وفي جامعة تدرس فقط في اللغة التركية يحصل الطالب على مقعد جامعي بالرغبة التي هو أرادها أو لا يحصل على مقعد جامعي هذا بناء على المفاضلة يعني بالتالي الطالب لازم يقدم على أكثر من جامع مشان إذا ما طلع له بهذه الجامعة يطلع له بجامعة ثانية استاذ نور في قضية في قضية بما أنك قلت أنه نحن بدنا نقدم على أكتر من جامعة هنا ضمن تركيا يقال أيضا أنه أنت لحتى تدحسن تقدم على أكتر من جامعة بدك تروح تسلم الوراء بإيدك بالنتيجة هذا تثبيت التسجيل هذا تثبيت التسجيل عناتك بيمشي الحال أن أنت عناتك تسجل بكل الجامعة ليس في كل الجامعة هو الفكرة في أكثر من 108 جامعات في تركيا تستطيع أن تسجل على مثلا أنت 20 جامعة أو 25 جامعة أونلاين لما يطلع لك أنت الفروع في الجامعة الفلانية مثلا أنت سجلت على هندسة عمارة في الجامعة الأخرى شفت أن المعدلات بيطلبوا معدلات عالية لهندسة عمارة أنت معدلك مثلا 70 فما دون فسجلت اقتصاد وجامعة أخرى سجلت مثلا فروع أخرى رياضيات أو كذا أنت بتشوف بتراقب القبولات فإذا طلع لك في الجامعة معينة الفرع اللي أنت رغبان فيه أنت هون بتختار وبتروح بتثبت أنت بتروح بتثبت مرة واحدة على الجامعة اللي أنت بدك تسجل فيها ما بتروح بتثبت بكل الجامعة بتسجل أونلاين طبعا لازم نذكر بهذه الفكرة أنه نحن في جامعات في عفوا مكاتب فتحت مجانا لمساعدة الطلاب السوريين واللي قطع الطريق على السماسرة اللي بياخدوا مصاري مقابل تسجيل للطلاب السوريين والتسجيل على فكرة بسيط جدا لا يحتاج أي شيء ولكن هناك مكاتب فتحت لمساعدة الطلاب السوريين مجانا في هذا المجال أذكر منها مكتب خدمات الطلاب مكتب سنكري الخدمات الطلابية المجانية الذي ساعد كثير من الطلاب في إحصائية أكثر من 1500 طالب ساعدهم هذا المكتب بالحصول على مقاعد جامعية أو بالحصول على المعلومات من أجل الحصول على مقاعد جامعية لكن بشكل عام هناك 3000 طالب سوري مسجل في الجامعة التركية عام 2019 هؤلاء هذه النسبة هي من الطلاب الذين استفادوا من القوانين التركية الموجودين واستطاع الدخول إلى جامعات التركية تمام 3000 طالب سوري مستجد غير منقطع من أصل كم عدد الطلاب السوريين الموجودين بتركيا ليس لدينا أحصائية هناك عدد كبير إذا الحكم كان لديه أحصائية طبعا نحن جرينا أحصائية أو حطينا أونلاين للطلاب الراغبين لنعرف أديش في عندنا سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة رابعة خمسة من كل فرع كان العدد عم نحكي للي حسنوا يتواصلوا معنا العدد شي حوالي بالثمانين ألف نعم ثلاثة وثمانين ألف طالب سوف نتكلم عن هذا الموضوع ضيوفي الكرام لكن دعونا نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم فاصل قصير مشاهدين الكرام ونعود إليكم ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين ضيوفي الكرام يعني مشكلة كبيرة الطلاب يعنون منها خاصة في دول الجوار يعني في لبنان والأردن لو نتحدث قليلا عن وضع التلاميذ في لبنان والأردن سيد صالح طبعا نتحدث بشكل عام عن التقارير سواء الدولية أو التقارير التي تأتينا من مكاتب التعليمية للحكومة السورية المؤقتة في لبنان أو الأردن الأعداد التي صرحت فيها منظمة اليونيسكو أنه التعليم في لبنان أعداد الطلاب ما يقارب النصف مليون طالب يلتحق في التعليم في المدارس السورية التي تدرس المنهاج السوري ما يقارب 25 ألف طالب ما يدرس المنهاج اللبناني ما يقارب 70 ألف المجموع هذا هو العدد ما يقارب 25% ملتحقون في التعليم هناك نسبة كبيرة من الطلاب السوريين الموجودين في لبنان من فترة كان هناك قضية أن الطلاب السوريين لا يستطيعون دخول المدارس اللبنانية وهناك مشكلة أيضا كبيرة بالنسبة للطلاب السوريين الموجودين في الأردن كيف متابعتكم لهذه المشكلة تحديدها؟ حاولنا نحن فتح مدارس في لبنان تواصلنا مع المنظمات الداعمة طبعا عندما نتحدث عن منظمة داعمة يجب أن يكون هناك تسهيلات حكومية من طرف الدولة التي تستضيف النازحين هناك بعض الأماكن يتجاوب فيها الأخوة في لبنان والأردن لكن لا نقول أن الحكومة متجاوبة بمعنى 100% العام الماضي الاستيعاب كان قليل ما يقارب 22% من الطلاب دخلت فقط المدارس في لبنان في الأردن ما يقارب 18% أقل بالطلاب الذين يدرسوا المنهاج السوري في الأردن فقط في مخيم الزعتري أما خارج المخيمات عبارة عن المدارس الأردنية مسائية مدارس الأردنية بكوادر أردنية للمنهاج السوري كلها مسائية كلها مسائية لا يوجد دوام نظامي لا يوجد دوام نظامي ولذلك هناك يعني كمان في أعداد متسربين كبير منها الحاجة المادية ومنها النظرة التشاؤمية للطالب ولولي أمر الطالب نتحلدس بصراحة أنا عندما يكون هناك أكاديميين عندما يكون هناك جامعيين عندما يكون هناك صيادلة ومهندسين وكلهم تخرجوا من الجامعات الآن لا يجدون عمل سواء في دول الجوار أو في الداخل السوري عندما ينظر هذا الشخص أو هذا الطالب أو هذا ولي الأمر لهؤلاء سيقول أنا سأترك ابني اللي يعمل من أجل أن يحضر قوتة يومي وخاصة هذه الأسرة لربما يكون ولي أمره موجود في الداخل السوري على جبهات القتال سيد صالح بصراحة أنت توصف المشكلة بشكل دقيق وهذا أمر مهم طيب هل بدأتم بطرح حلول؟ هل وجدتم حلها على سبيل المثال؟ هل تواصلتم؟ ما هو حل هذه المشكلة الكبيرة بالأردن تحديدها؟ بالأردن لم تتعامل معنا الحكومة الأردنية بشكل مطلوب لحل هذه المشكلة نقول نحن قلنا لهم دعوا السياسة للسياسيين ولكن دعونا نعمل لأننا تربويون نحن نريد من الحكومة الأردنية التواصل معها من أجل إنقاذ جيل سوري كامل من الضياع لا نريد للحكومة الأردنية أن يكون هناك عائق بيننا وبينهم من أجل هذا الجيل بصراحة في لبنان جيل يضيع في الأردن الجيل يضيع حاولنا مع المنظمات الدولية لكن هذه المنظمات يبقى لها هدف كل منظمة تعمل بصراحة كل منظمة تعمل سواء في الداخل السوري أو في لبنان أو في الأردن لهدف قد يكون هدف سياسي قد يكون هدف ديني قد يكون ونحن لا نرضى ذلك نرضى أن يكون هناك تعليم فصل السياسي عن تعليمنا لازم يكون تعليمنا هو تعليم وطني بمناهجنا لأن مناهجنا قوية وضعتنا عن طريق تربوية سوريا هذه المناهج يتم تعليم طيب هل ممكن أن تحل هذه المشكلة من خطة من قبل الحكومة المؤقتة تحديدا بمساعدة الناس عبر الإنترنت مثلا شيء شبيه بالتعليم الأفتراضي هل طرحتم هذه الفكرة؟ طرحت هذه الفكرة على المنظمات لكن نقول لك بصراحة أنت تريد أن تعلم عن طريق الإنترنت هذا الجهاز الذي هو جهاز الإنترنت ما لازم يكون عند الطالب؟ ما لازم يكون في إنترنت عند الطالب؟ طيب طالب عايش في الخيام تقول له تعال أريد أن أعلمك عن طريق الإنترنت هذا أمر غير واقعي أما هناك معلمون متطوعون يريدون أن يعلمون مثلا في الأردن في عدد كبير من المعلمين يريد أن يعلم هذا الجيل ولكن الحكومة الأردنية تقول أن من يعلم السوريين هم الأردنيون فقط للاستفادة لأن الكوادر التعليمية إذا أخذوها من السوريين يستفيد السوري أما في طبيعة الحال الآن يستفيد منها الأردني في لبنان هناك منظمات داعمة تدخل إلى الداخل اللبناني وتأخذ تصريح لتعليم السوريين لكن هل يترى هذا العدد كافي؟ لا العدد غير كافي نعم سوف نتكلم سيد صالح عن موضوع التلاميذ السوريين الموجودين في الداخل السوري لكن أريد أن أنتقل إليك سيد نور لنتكلم في صلب عملك وهو المنحة العربية في جامعة غازية انتهاب لو تكلمنا قليلا وكيف يمكن للطلاب السوريين أن يستفيدوا من هذا الموضوع أولا دعنا نعرج على قرار مجلس التعليم العالي اليوك الذي صدر بتاريخ 19-2015 باستحداث برنامج اللغة العربية في ثمان جامعات في الجنوب التركي وذلك من أجل تعليم الطلاب السوريين باللغة العربية داخل الجامعات يعني الشهادة ستكون هي شهادة الجامعة نفسها ولكن لم يتم هذا الأمر إلا في جامعة انتاب كونها كانت الجامعة المنسقة بين هذه الجامعات ويتوقع في عام 2016 أن تفتح الجامعة في أنتاكيا أيضا هو مفتوح يعني الباب للتسجيل لكن لم يعني أي أحد من الطلاب لم يسجل في بقية الجامعات ترتفاع الأسعار ويتركز الطلاب السوريين تقريبا أغلبهم في جامعة انتاب جامعة انتاب فيها حسب أحصائية جامعة انتاب نفسها وهذا الرقم في المجلة الرسمية لجامعة انتاب 1200 طالب سوري مسجلين في جامعة انتاب الضغط الهائل على الجامعة انتاب بالنسبة للطلاب السوريين أدى إلى أن هذه الجامعة تفتح برنامج اللغة العربي ب15 فرع أعلنت عن مفاضلة ولكن كمان بنفس الوقت لم تجد قبال كبير من الطلاب إلا على سبع فروع اللي هي هندس العمارة، الهندس المدني، كهرباء الكترون، الهندس الغذائية، العلوم والتربية وإدارة الأعمال من ثم كان القصص عالي جداً وبالتالي هون يجا سؤالك أنه صار فيه منح اللي هي منحتين، منحة المهندس وليد الزعبي في برنامج اللغة العربية ومنحة سبارك التي بصراحة نشلت الطلاب السوريين ولما يكن أحد من الطلاب السوريين قادر على دفع هذا القصص اللي هو 2000 أو 1500 دولار للهندسات في سنة واحدة ودفعة واحدة أستاذ نور، هون فتح قسم عربي في جامعة غازي عين تارب وبناءً عليه، يعني مثل ما تفضلت أنه صار فيه منحة على هذا فتحت الأقسام وبالتالي فتحت المنح بعد ما أعلنت الجامعة بشكل رسمي أن هناك فروع الطلاب السوريين ومن المهم يعني أن ينجح هذا القسم لأنه يعني هو فيه ميزات بس فيه شغلة كتير خلينا نحكي عليها سريع ميزات ماذا تقصد؟ أنه الفرع العربي أو القسم العربي هو يمتلك كافة الميزات والحقوق لأي كالية جامعية بتركيا تمام، الطالب السوري يحصل على بطاقة جامعية وأورانجي بالقسي وله حقوق الطالب التركي تماما والاعتراف هو اعتراف شهادة جامعة عنتاب وآخر سنة بيدرس باللغة التركية فهو طالب مثل أي طالب تركي ولكن القصة هو المشكلة التي واجهت الطلاب القصة العالية وبالتالي فتحت منحة المهندس اليد الزعبي وفتحت منحة سبارك في هذا القسم لأن الطالب كان يواجه قبل برنامج اللغة العربي كان يواجه مشكلة اللغة صحيح كان الطالب يفاضل كان الطالب يطلع له مقعد جامعي وبالتالي لما يطلع له مقعد جامعي تفضل يا طالب رح خود التومر وتعال طيب دير رح أخذ التومر كم بكلف التومر مستوى الواحد 1500 ليرا تركي هو خمس مستويات وبالتالي الطالب غير قادر أيضا على دفع تكاليف التومر عادة عن ضياع سنوات تعليمية عادة عن ضياع سنة تعليمية فالواحد يدرس لغة بحس حاله أنه لا يوجد جدوى وبالتالي يروح على شغله وبترك اللغة وكذا إضافة للظروف المعيشية الصعبة في تركيا وغلاء المعيشة أنه الشاب يدرس أو يشتغل ما هي نصيحتك بخصوص هذا البرنامج للناس وكيف يجب أن يلتحقوا به للذين لا يعرفون طبيعة الالتحاق بالبرنامج برنامج اللغة العربية باختصار هو برنامج استحدث من قبل حكومة تركية معترف فيه في جامعة عنتاب الآن ممكن سنة القادمة يفتح في جامعات أخرى القصة عالية نعم ولكن على الطالب أن يسجل لأن المنح قادم على الطريق قادم لما يسجل الطالب ويحصل على مقعد جامعي فهو يستطيع أن درس باللغة العربية وبالتالي يستطيع أن يتجاوز موضوع اللغة وبالتالي يستطيع إذا رجع يعني اللي بتعلم باللغة التركية أو باللغة الإنجليزية صعب يرجع على بلد ويشتغل وبالتالي رجعهم إلى سوريا أضمن أكثر ضمانا من الطالب الذي يدرس باللغة التركية أو اللغة الإنجليزية ومفتوح المجال للطالب في اللغة التركية أو اللغة الإنجليزية ولكن نحن نركز على نجاح هذا الفرع لأنه فيه ميزات كبيرة بالنسبة للقصد في منح بتقدم قصد ولكن يعني حسب منظور الجامعة في العام الجديد أن هناك فروع جديدة ستفتح وستستمر الفروع السبعة التي فتحت في العام الماضي نعم أريد أن أتوجه إليك سيد صالح يعني أن نتكلم قليلا وبعجالة عن الوضع التعليمي في الداخل السوري تحديدا والمدارس يعني هناك معروف أن هناك مشاكل كبرى مثل عدم وجود رواتب للمعلمين أماكن آمنة وكيف ممكن أن يتابع طلاب تعليمهم في الداخل السوري قبل الإجابة لازم تعقيبا على كلام الأستاذ نور نشكر نحن طبعا الحكومة التركية على رؤيتها المستقبلية لسوريا المستقبل كافة الاجتماعات التي تتم مع المسؤولين الأتراك كانوا يقولون نحن نود أن نعلم أبنائنا اللغة العربية لا أن نعلم أبنائكم اللغة التركية رغم أنهم يفتحون الآن مدارس ويقولون سيكون هناك اندماج ما بين الطالب السوري والطالب التركي آخر اجتماع مع المسؤولين الأتراك قالوا سنفتح مدارس وجامعات عربية من أجل بناء جيل لبناء سوريا في المستقبل نحن نريد هل أعطوكم مدة زمنية؟ ما هو مشروع مستقبل يفتحون جامعة باللغة العربية الجامعة العربية فتحات الآن هناك مشروع بالإمام الخطيب لاستعاب لاستعاب مئة ألف طالب متكفلين في كافة أمور المدرسة سواء من قرطاسي من تنقل من طالب كان يعمل القضاء على التسرب طالب كان يعمل من أجل يؤدي معي شيء لذويه لأسرته نتيجة فقدان الأب نتيجة هذه هذا الطالب حتى نعوضه هالشيء هذا لازم نعطيه راتب ففيه راتب فخبرونا أنه إن شاء الله الثالث سنة القادمة سيكون هناك برنامج تعليمي للسوريين باللغة العربية وبتاريخ سوريا جغرافية سوريا لغتهم العربية من أجل الدخول إلى الداخل السورية الوقت يتهمنا سيد صالح بالموضوع كبير جدا بالموضوع كبير جدا لا تحتاج إلى سلسلة من الحلقات لكن بكلمة سريعة جدا الداخل السوري الداخل السوري عندما جلسنا في الداخل السوري تجد هناك الطلاب يعلمونك الأمل الصمود طبعا المدارس في أي لحظة ترى الطيارة لا تنظر إلا لشيئين إما مساجد أو أسواق أو مدارس ترمي حمولتها الطلاب المدارس نشكر طبعا كافة القائمين على التعليم في الداخل السوري نتيجة هذا الخطر المحيط فيهم ومع ذلك يعلمون 2014 كانت منحة بسيطة كمكافأة أجت من حكومة سوريا المؤقتة ثم قطع الدعم على الحكومة السوريا المؤقتة هذه السنة تم التواصل مع مجموعة من المنظمات دخلت إلى الداخل السوري واستطعنا تأمين جزء بسيط كمكافأة لهذا المعلم شهرية ما يقارب المئة الدولار للعديد من المحافظات التي نستطيع الوصول إليها لم يتم تغطية المعلمين كافة لكن هذا الذي استطعنا تأمينه أشكرك كثيراً سيد صالح أحمد ومدير الانتحانات في الحكومة السورية المؤقتة وأشكرك أيضاً سيد نور الدين شكراً لكم محميد ولكن استفادة أكثر شؤون الجامعة التركية ومدير من حتى سيد وليد الزعبي أشكرك أيضاً تفضل ليستفيد الطلاب أكثر أرى أن يكون هناك على قناة حلب اليوم مشكورة حلقات إرشادي للطلاب كيف يسجلون وما هي الفرص المتاحة لديهم وخاصة في تركيا للطلاب الذين لا يعرفون مشكورين أشكركم كثيراً ضيوفي الكرام وشكراً وصول لكم دائماً مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام اشتركوا في القناة